تحية طيب مشاهدين الكرام اهلا بكم الى حلقة جديدة من برنامج نافذة الاحداث تهى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاتحاد الاوروبي الى تقديم الدعم المالي والتقنية من اجل عودة طوعية للسوريين الى بلادهم جاء ذلك خلال مباحثات اجراها اردوغان مع المستشار الالماني انجلا ميركل عبر تقنية الفيديو كونفرانس وافاد بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية ان اردوغان اكد ان تركيا هي الدولة الوحيدة التي تقدم الحماية والمساعدة الفعلية لملايين السوريين المحتاجين لمساعدات انسانية في بلادهم وشدد على اهمية استمرار العملية السياسية في سوريا بشكل فعال كما دعا اردوغان الاتحاد الاوروبي الى ان يقدم الدعم المالي والتقني من اجل عودة السوريين الى بلادهم بشكل طوعي مؤكدا على الاهمية الكبيرة لمواصلة الاتصالات المنتظمة والحوار بشأن عدد من القضايا وعلى صعيد اخر شدد اردوغان على ان تركيا تواصل بشكل حازم كفاحها لمواجهة جائحة كورونا وانها بدأت مرحلة عودة الحياة الى طبيعتها بشكل تدريجي وتحت الرقابة لافتا الى ان بلاده تواصل برنامج تطعيم المواطنين ضد الوباء بوترة سريعة وخلال مشاركته في مؤتمر افتراضي حول موضوع التكييف الناتو نظمه مركز الامن والتعاون الدولية في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الامريكية قال الامين العام لحلف الشمال الاطلسي يانسي ستولتنبرغ ان تركيا حليف مهم للغاية مضيفا اذا نظرتم الى الخريطة فقط يمكنكم ادراك اهميتها قال الامين العام لحلف شمال الاطلسي يانسي ستولتنبرغ خلال مشاركته في مؤتمر افتراضي حول موضوع تكييف الناتو نظمه مركز الامن والتعاون الدولي في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الامريكية ان تركيا حليف مهم للغاية مضيفا اذا نظرتم الى الخريطة فقط يمكنكم ادراك اهميتها وفي رد منه على سؤال حول شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية اس 400 قال ستولتنبرغ الخلافات بين حلفاء الناتو ليست شيئا جديدا والحلف منصة جيدة لمناقشة هذه الخلافات والمشاكل وايجاد الحلول لها مشيرا الى انه سبق وانقل لانقراء المخاوف بشأن العديد من القضايا مثل اس 400 وتطورات في شرق البحر الابيض المتوسط وازمة اللاجئين مضيفا لكن يجب ان ندرك ان تركيا حليف مهم يكفيكم فقط النظر الى الخريطة لتروا مدى اهميتها واستطرد الامين العام لحلف شمال الاطلسي الناتو قائلا واهميتها هذه تتضح بشكل اكبر من حيث حدودها مع سوريا والعراق والتقدم الكبير الذي تم احرازه في التصدي لتنظيم داعش وتحريرها لملايين الاشخاص من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم وما لديها من اسس للبنية التحتية ومطارات مشددا على انهم يسعون الى تخفيف حدة التوتر من اجل اتخاذ الخطوات الصحيحة لحل المشاكل لافتا الى انهم انشأوا الية لحل النزاعات داخل الناتو واحرزوا تقدما ايجابيا في هذا الصدد اعلنت وزارة الخارجية الامريكية فرض عقوبات على محاققين اثنين في الحرس الثوري الايراني بسبب ضلوعهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان اعلنت وزارة الخارجية الامريكية فرض عقوبات على محاققين اثنين في الحرس الثوري الايراني بسبب ضلوعهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وقالت الخارجية الامريكية في بيان على موقعها الالكتروني ان وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين فرض عقوبات على المحاققين في الحرس الثوري الايراني علي هامتيان ومسعود صفدري بسبب ضلوعهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وقال بلينكين اكدنا مخاوفنا ازاء الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الايرانية ضد مواطنها بما في ذلك الاعتقال غير العادل لعدد كبير جدا في ظروف يرثى لها متابعا سنستمر في النظر في جميع الادوات المناسبة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان في ايران واردف وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين سنعمل ايضا مع حلفائنا لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات مؤكدا ان الولايات المتحدة ستواصل دعم حقوق الانسان في ايران وستطالب الحكومة الايرانية بمعاملة شعبها باحترام وكرامة وحول الهجوم الصاروخي الذي استادف قاعدة عين الاسد العسكرية في محافظة الانبار قال وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن ان ردنا على الهجوم الصاروخي الذي استادف القاعدة سيكون مدروسا واكد اوستن ان البنتاجون يواصل تقييمته بهدف تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي اودى بحياة متعاقد مدني امريكي في القاعدة كما تبع اوستن اذا قررت الولايات المتحدة الرد مرة اخرى على الميليشيات التي شنت الهجوم سيكون ذلك في الزمان والمكان الذين نختارهما بانفسنا موضحا انه يجب على طهران معرفة ان واشنطن ستدافع عن قواتها بشكل مدروس ومناسب مضيفا ان ايران بصفتها داعم للميليشيات في المنطقة يجب عليها ايضا تقييم واستخلاص النتائج مما حصل من الضرب الجوي الامريكي الاخير مع تواصل التظاهرات في ميانمر ادان مجلس الامن الدولي بشدة العنف ضد متظاهرين السلميين بمن فيهم نساء وشباب واطفال في ميانمر داعينا العسكريين لضبط النفس ادان مجلس الامن الدولي بالشدة العنف ضد متظاهرين السلميين بمن فيهم نساء وشباب واطفال في ميانمر داعيا العسكريين لضبط النفس ويحمل هذا الاعلان بشكل غير مسبوق المسئولية على العسكريين في ميانمر ويطالب ايضا الاطراف بالسعي لايجاد حلا سلمي للازمة التي اثارها انقلاب الاول من شباط الماضي ومن المتوقع ان يتبنى مجلس الامن الدولي هذا البيان رسميا خلال جلسة له في وقت لاحق يذكر ان العسكريين في ميانمر استولوا على السلطة في الاول من شباط الماضي واعتقلوا القيادة المدنية للبلاد بمن فيها زعيمة الحزب الحاكم اونكسان سوتي للاشتباه بوقوع انتهاكات اثناء الانتخابة في نوفمبر 2020 اما في شان الهجمات الصاروخية التي استادفت السعودية ادان المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية جون كيربي هجمات جماعة الحوثي في اليمن على السعودية واصفان اياها بالخطيرة وغير مقبولة وفي تقرير اوردته منظمة الرؤية العالمية وشركة فرونتير ايكنوميكس لتطوير النتائج الاقتصادية ان التكلفة الاقتصادية للنزاع في سوريا بعد عشر سنوات تقدر باكثر من 1.2 تريليون دولار امريكية جاء ذلك حسب تقرير صدر تحت عنوان ثمان باهض للغاية تكلفة الصراع على اطفال سوريا واشر التقرير الى ان نتائج تشير الى ان جيلا كاملا قد ضاع في هذا الصراع والاطفال سيتحملون التكلفة من خلال فقدان التعليم والصحة مما سيمنع الكثيرين من المساعدة في تعافي البلاد والنمو الاقتصادية بمجرد انتهاء الحرب كما اوضح ان الجهات المسلحة استخدمت ما يقدر بنحو 82% من الاطفال في ادوار قتالية مباشرة وكان 25% منهم دون سن 15 عاما وقتل ما يقدر بنحو 55 الف طفل منذ بدء النزاع بعضهم عن طريق الاعدام باجراءات مجزة او التعذيب تزامنا مع قرب حلول الذكرى العاشرة لاندلاع الحرب في سوريا اعلنت منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونسيف مقتل واصابة قرابة 12 الف طفل في سوريا منذ اندلاع الحرب هناك قبل عشرة اعوام اعلنت منظمة الامم المتحدة للطفولة يونسيف في بيانا مقتل واصابة قرابة 12 الف طفل في سوريا منذ اندلاع الحرب هناك قبل عشرة اعوام واضافت ان الغموضة ما يزال يكتنف مستقبل العديد من الاطفال في سوريا تزامنا مع قرب حلول الذكرى العاشرة لاندلاع الازمة مشيرة الى ان 90% من الاطفال في سوريا بحاجة الى مساعدات انسانية ويعاني اكثر من نصف مليون طفل دون سن الخمس سنوات في سوريا من التقزم نتيجة سوء التغذية المزمن مبينة ان حوالي مليوني واربعمائة طفل في سوريا وسبعمائة وخمسين الف طفل سوري اضافي في الدول المجاورة لا يذهبون الى المدرسة واوضحت المنظمة ان 5700 طفل تم تجديدهم في النزاعات المتواصلة داخل سوريا بينهم من لم يبلغوا سن السابع بعد مبينة ان اعتداءات طالت اكثر من 1300 مدرسة ومشفى في مناطق مختلفة من سوريا طيلة الاعوام العشر الماضية في زيارة تاريخية الى العراق وصل فاف الفاتيكان فرانسيس الاول الى بغداد في زيارة رسمية حيث كان في استقباله بمطار بغداد الدولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كما جرى استقبال الفافا من قبل رئيس الجمهورية برام صالح في القصر الرئاسي ببغداد قبل ان يلتقي الشخصيات السياسية وممثلي البعثات الدبلوماسية ببغداد وشارك رئيس الجفة التركمانية الناء برشد الصالحي في مراسم استقبال فاف الفاتيكان ايضا ممثلا عن تركمان العراق التقى باب الفاتيكان فرانسيس الاول خلال زيارته الى مدينة النجف الاشرف بالمرجع الديني الاعلى علي السستاني وتبحت الطرفان التحديات التي تواجه الانسانية ودور الاديان في التغلب عليها وبعد زيارة النجف توجه باب الفرانسيس الاول الى مدينة اورا التاريخية في محافظة ذيقار شارك خلالها في الصلاة المشتركة ولقاء الاديان الذي حضره مختلف شرائح ومكونات الشعب العراقي اخوص لا نستطيع العراق في تغلب سمسنا لأخوصات الجزائح وحفظة الى تغلب من المجتمع ومع الذين يقصون تقلق جدا الكثير من المجتمع 없이 المستخدم إن الوظن التغلب من المجتمع فترك عائلته وقبيلته ووطنه لكي يذهب إلى أرض مشاهدين الكرام خامس مدينة يزورها بابا الفاتيكان فرانسيس الأول في جولته للمدن العراقية كانت مدينة الموصلة حيث زار خلالها كنيسة حوش البيعة وقام فيها قداسا حضره جمع غفير من المسؤولين ورجال الدين المسلمين والمسيحيين ومختلف مكونات وأطياف أبناء المدينة في خضام زيارته التاريخية وجولته التي شملت محافظة عدة في جنوب وشمال العراق زار بابا الفاتيكان فرانسيس الأول محافظة نينو وشارك في استقبال البابا قبيل مشاركته في قداس أقيم في كنيسة حوش البيعة بمدينة الموصل جمع غفير من المسؤولين المحليين ورجال الدين المسلمين والمسيحيين ومختلف مكونات وأطياف أبناء المدينة وشارك البابا في قداس أقيم على أطلال كنيسة حوش البيعة بالموصل والتي يعود تاريخ بنائها إلى عام 1896 والتي أصابها الدمار والخراب بسبب سيطرة تنظيم داعش الإرهابية على المدينة عام 2014 حيث أكد البابا في كلمته على أهمية تحقيق التعايش السلمي والمصالح بين مختلف ثقافات المدينة داعيا جميع أبناء العراق لنبذ العنف والطائفية والتطرف ليعيش الجميع في سلام وأمان وعبر عدد من رجال الدين المسلمين والمسيحيين عن ترحيبهم بزيارة البابا إلى مدينة الموصل التي تعرضت إلى ظلم كبير وتدمير للبشر قبل المباني رسالة وجوده بيننا هو وجود تاريخي وجميل ومرحب به نشكره من صميم القلب على هذه الزيارة إن شاء الله تكون رسالة بها ثمار كبيرة وأهم هذه الثمار هو السلام والمحبة أكيد إن شاء الله الإعمار هو الغاية الأساسية كون أنهم قرروا أن يزوروا هذه المكان المنكوبة فأكيد إن شاء الله يكون هناك إعمار حضرنا اليوم حفل استقبال قداسة البابا فرانسيس في كنيسة حوش البيعة في مدينة الموصل وقد كان هذا الحفل حفلا استثنائيا فيما طرح فيه من مضامين ومحاور عبر الكلمات التي ألقيت والتي ركزت على ضرورة إشاعة السلام وإعادة روح المحبة والوئام والتسامح بين أبناء هذه المدينة وركزت كذلك على ضرورة أن يتسامل جميع على حضوظ النفس وعلى الحضوظ الشخصية وأن يتعاون جميعا على تقديم الخدمة للإنسان أولا الذي يقطن في هذه المدينة بصرف النظر عن دينه وعرقه وقوميته وطائفته لأن الإنسان بنظرنا قيمة عليا لا بد أن يحظى بهذه المكانة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها فالجميع مواطنون في هذا البلد والجميع يستحق أن يكون في مرمى عين الذين يقدمون الخدمة للإنسان فيما أشار مدير بلدية نينوى المهندس رضوان الشهواني بأن زيارة البابا إلى الموصل ستكون فاتحة خير وصفحة جديدة في عادة إعمار المدينة المنكوبة هي الحقيقة زيارة تاريخية لمدينة الموصل لم يسبق لها أن قداسة بابا أنزار الدولة العراقية بالكل ومدينة الموصل فنحن الآن نتشرف بهذه الزيارة كانت في وقتنا أكملنا استعدادات في وقت قصير جدا كل هذا يهون لأجل الموصل الموصل إن شاء الله يصل صوتها إلى جميع أنحاء العالم هي كانت نقل صوت أهالي المدينة المنكوبة وأهالي الضحايا وأهالي المتضررين في هذه المدينة كما ترون المتضرر هو كل الديانات ليست الديانة المسيحية فقط ديانة المسيحية والمسلمين واليزيدية والكل تضرروا من هذه الأحداث إن شاء الله تكون فاتحة خير وتكون تسليط نظر على مدينة الموصل من كل الدول بإذن الله تعالى بدوره عبر الباحث الدكتور خالد حامد عن سروره بالزيارة التي سيكون لها الأثر الإيجابي للعراق على المدى البعيد لأن الأنظار ستتجه نحو مدينة الموصل لإعمارها وتقديم المساعدة للعراقيين في بناء بلدهم نظر منفتحة نظر التفاؤل نظر الخير مجيء هذا الرجل أعاد الحياة أعاد الابتسامة أعاد الأمل أعاد النظر العالمية لهذه المدينة المنكوبة التي سوف تنهض من جراحها بفعل التعاون وبفعل التعاون العلمي والدولي والمنظمات حقيقة هذه الزيارة تعني لنا الكثير الكل فرح في مدينة الموصل الكل مبتسم نتمنى لو كان الحضر ليس موجودا لكانت الملائين تصفق في الشوارع للبعبة فرنسيس نعم للمحبة نعم للسلام هذه هي مدينة الإرث والحضارة والسلام في إطار جولته بالمدن العراقية زارف فالفاتيكان فرنسيس الأول مدينة أربيل والتقى في مستهل الزيارة مع رئيس إقليم شمال العراق نتشيرفان البرزاني ورئيس الوزراء مسرور البرزاني بالإضافة إلى رجال دين مسيحيين ومسلمين وممثل المكونات في الإقليم كما التقى الفافا أيضا برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني في إطار زيارته التاريخية والسجولته بالمدن العراقية زارف فالفاتيكان فرنسيس الأول مدينة أربيل قادما من بغداد وجرى تنظيم حفل استقبال رسمي في المطار احتفالا بزيارة البابا وكان في استقباله لدى وصول البابا إلى مطار أربيل الدولي رئيس إقليم شمال العراق نيتشرفان البرزاني ورئيس الحكومة مسرور البرزاني وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الدين المسيحيين والمسلمين وممثلي المكونات في الإقليم وعقب مراسم الاستقبال عقد البابا لقاء موسعا مع المسؤولين الكرد في صالة رئاسية لكبار الشخصيات في المطار جرى خلاله التطرق إلى مجمل الأوضاع الجارية في العراق بشكل عام من جانب آخر التقى البابا خلال الزيارة برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني تم خلالها تصليط الضوء على المستجدات بمختلف الأصعيد في العراق بعد اختتام زيارته التاريخية إلى العراق غادر فاب الفاتيكان مطار بغداد الدولي متوجها إلى العاصمة الإيطالية روما في كلمة متلفزة أطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعوة إلى حوار وطني شامل والابتعاد عن لغة التسقيط السياسي وإلى التهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة مشيرا إلى أن العراق أمام فرصة حقيقية لاستعادة دوره التاريخي في المنطقة والعالم رغم كل العقبات والتحديات إننا ندعو جميع المختلفين من قوى السياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية ومعارضي حكومة إلى طاولة الحوار المسؤول المسؤول أمام شعبنا ومام التاريخ ندعو قوانا وأحزابنا السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي والتهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة ومنح شعبنا فرصة الأمل والثق بالدولة وبالنظام الديمقراطي شبابنا العراقي شبابنا في كل مكان أدرك حجم معاناتكم وطموحاتكم والحيف الذي لحق بكم ولكن علينا أن نصبر ونتوحد من أجل العراق ومن أجل الوطن ومن أجل المستقبل الذي يليق بأجيالنا ولهذا هذه الحكومة تحتاج الوقت الكافي لحماية العراق وترتيب بيتنا العراقي الوطني إن توثير روضاء ليس المصطحة البلد ويجب منح الوقت الكافي للحكومة للبناء على ما حققت خلال الفترة الماضية وتأمين الانتخابات على أساس صينة ونزيها أخوتي أعزائي من المعارضين أدعوكم بكل صدق إلى حوار مفتوح وصريح مع الحكومة على أساس مصلحة البلد وأمنه وسيادته وعلى قاعدة حفظ أمن العراق ودعم الدولة وسيادة القانون في سياق تواجد قوات حلف الشمال الأطلسي الناتو في العراق قال قائد بعثة حلف الشمال الأطلسي الناتو في العراق الجنرال بير أولسون إن قواته ستستمر في تقديم المشورة والتدريب للجيش العراقي ولن تأخذ دور القوات الأمريكية قال قائد بعثة حلف الشمال الأطلسي الناتو في العراق الجنرال بير أولسون في تصريح له إن قواته ستستمر في تقديم المشورة والتدريب للجيش العراقي ولن تأخذ دور القوات الأمريكية وأضاف أولسون أن عدد أفراد بعثة الناتو في العراق أكثر من 300 شخص ومهمتنا غير قتالية فلم نقدم مشورة تخص استهداف خلايا تنظيم داعش الإرهابي أو كشفها موضحا أن مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرج قدم طلبا رسميا بزيادة عدد قوات الناتو في العراق وأشار قائد بعثة حلف الشمال الأطلسي الناتو في العراق لن يأخذ الدور الأمريكي في العراق وفي الأشهر القادمة ستحدد اجتماعاتنا المؤسسات التي سنقدم لها التدريب والمشورة متابعا أن الحكومة العراقية تكفلت بحماية بعثة الناتو من أي استهداف مسلح فأقل فتكا طمأن العالم بأن العراق يحظى بأهمية مشيرا إلى أن العراقيين أطلقوا رسالة إلى العالم بأنهم أكفاء للمحبة والسلام هذا ما أكده المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي مشددا على أن منطقتين الكاظمية والأعظمية ستبقيان يدا واحدة في مواجهة الإرهاب خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي قال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم أن بابا الفاتيكان طمأن العالم بأن العراق يحظى بأهمية مشيرا إلى أن العراقيين أطلقوا رسالة إلى العالم بأنهم أكفاء للمحبة والسلام لافتا إلى أن رئيس الوزراء مصطفى القاظمي دعا وزراء حكومته إلى استثمار زيارة بابا الفاتيكان في التنمية وزيارة المحافظات ميدانيا ما أود أن أشير إليه هو أن قداسة البابا أرسل رسائل كثيرة للعالم عن العراق تطمئن العالم على أن العراق يحظى بأهمية وموجودة فيه الثقة في بناء مستقبله وبالمقابل لا بد من أن نشير إلى أن رسالة أساسية أيضا انطلقت من العراقيين هذه المرة إلى العالم وليس من البابا فقط بل من العراقيين أنفسهم رسالة تقول أنهم أكفاء للمحبة والسلام والتعاضد فيما بينهم دعا سيد رئيس مجلس الوزراء جميع الوزراء إلى استثمار هذه الزيارة في التنمية الزيارة يمكن أن تتحول إلى مشروع تنمية في كل القطاعات ولذلك كانت هناك دعوة للوزراء في أن يستثمروا فيها وأن لا نضيع زخمها الكبير الموجود الآن وفي شأن الهجمات الإرهابية التي تستهدف العراق أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن منطقتين الكاظمية والأعظمية ستبقيان يداً وحيدة في مواجهة الإرهاب الشيء الطيب الذي شاهدناه أن الناس استنفروا في المدينتين وعلى كلتا الضفتين على نهر دجلة في الكاظمية والأعظمية وأكدوا وحدتهم في مواجهتهم لمثل هذه العمليات الجبانة والخسيثة حاتان المدينتان ستبقيان في يد واحدة في مواجهة الإرهاب وقد شهدنا ذلك عفواً بين الناس وشهدنا كيف أن الكادر في جامع أبي حنيفة يستنفر أيضاً لمواجهة هذه العملية وحول اللقاح الخاص بفيروس كورونا ذكر ناظم أن وزير الصحة حسن التميمي أكد استكمال إجراءات الحصول على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا لافتاً إلى أن التميمي قدم تقارير مقلقة عن الوضع الوبائي في العراق مشيراً إلى أن إصابات كورونا في تصاعد وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم فيما يتعلق باللقاحات السيد وزير الصحة أشار إلى أنهم استكملوا في الوزارة إجراءات الحصول على 20 مليون جرعة من لقاح لا بد من أن تعطى تباعاً للمواطنين يجب أن نتحدث بصراحة في هذا الموضوع هناك سيد وزير الصحة زود المجلس بتقارير مقلقة صراحة هناك تصاعد في العراق في عدد الإصابات ولا تفسير لهذا التصاعد غير تهاون المواطنين أنفسهم على الجميع أن يتحمل مسؤوليتهم أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن نواب البرلمان مصممون على المضي بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية مشيراً إلى أن مشروع قانون موازنة 2021 سيكون خلال الأيام المقبلة ضمن جدول أعمال المجلس للتصويت عليه وألمح الحلبوسي إلى أنه تم التصويت على أغلب فقرات القانون بما تبقى بعض المواد التي تحتاج إلى نقاش موسع لحساسيتها حيث تتعلق بتشكيل المحكمة وآلية اتخاذ القرار مبيناً أنه سيتم عقد اجتماعات متوالية مع رؤساء القوى السياسية واللجنة القانونية للوصول إلى نقاط مشتركة مشيراً إلى أن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 سيتم إدراجه ضمن جدول الأعمال البرلمان خلال الأيام المقبلة للتصويت عليه كما أضف الحلبوسي إلى أن هناك عدداً من القوانين المعطلة التي سيمضي المجلس بتشريعها مثل قانون النفط والغاز وهو من القوانين التي نص عليها الدستور والذي سيعالج آلية التعامل بين بغداد وأربيل وبين بغداد وبقية المحافظة المنتجة للنفط خلال توجههم إلى منطقة الكاظمية في العاصمة بغداد لإحياء ذكرى وفاة الإمام الكاظم عليه السلام أعلنت خلية الإعلام الأمني استشهاد امرأة وإصابة ثمانية آخرين إثر انفجار رمانة يدوية قرب جسر الأئمة في العاصمة بغداد وقالت الخلية في بيانها أن ثلاثة من المصابين جرى لهم عمليات جراحية طارية على خلفية الهجوم فيما غادر بقية المصابين المستشفى بعد تلقيهم العلاج حيث كانت أغلب إصاباتهم بسيطة ومتوسطة وضفت الخلية أن قوة خاصة باشرت بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق في ملابساته ولم تتبنى الهجوم أي جهة وغدا تستهداف الزوار في مدينة الكاظمية ببغداد ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جلسة لمجلس الوزراء حيث اعتبر خلاله أن الهجوم الذي استهدف الزوار كان يراد منه الفتنة خلال جلسة مجلس الوزراء الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعتبر أن الهجوم الذي استهدف الزوار بقنبلة يدوية في بغداد ليلة الاثنين الماضي كان يراد منه الفتنة وقال الكاظمي إن رمي القنبلة على جسر الأئمة محاولة للفتنة ولكن الشعب كان أنبهوا وأقدروا على عبورها مضيفا أن البعض حاول زرع فتنة بائسة بين العراقيين عبر رمي الرمانات اليدوية على جسر الأئمة متابعا رأيت حجم التآخي والتكافل الاجتماعي على جسر الأئمة كما طلب الكاظمي من الوزراء أن يتوجه إلى مدينة الناصرية بشكل اسبوعي لكي يروا معاناة الناس مضيفا أن على كل واحد من الوزراء أن يشرف على وزارته داخل المحافظة كي يرى معاناة الناس ليس في الناصرية فقط وإنما في كل المحافظات كما أجرى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي زيارة لمقار قيادة عمليات بغداد وذلك لمتابعة سير تنفيذ الإجراءات الأمنية المتخبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شمالي بغداد وقال يلدز في تغريدة عبر حسابه على تويتر أدين الاعتداء الذي وقع في جسر الأئمة على زوار الإمام موسى الكاظم آمل الشفاء العاجل للجرحة وأدعو الله أن يحفظ وحدتنا وانفجرت رمانة يدوية وضعت في مكب للنفايات على طريق زائري الإمام الكاظم في جسر الأئمة ما أسفر عن استشهاد امرأة وإصابة ثمانية آخرين مشاهدين الكرام تتوالى ردود الأفعال على خلفية الطوابع البريدية التي أصدرتها وزارة النقل في حكومة إقليم شمال العراق والتي احتوى أحدها على خريطة لكيان يتشكل من أجزاء مقطعة من منطقة تركمانيلة وأجزاء أخرى من تركيا حيث استنكر رئيس الجافة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي تلك الخطوة وعدها تهديداً لوحدة الأراضي العراقية كما أبدأت تركيا أيضاً اعتراضها إزاء الطوابع المذكورة تتوالى ردود الأفعال على خلفية الطوابع البريدية التي أصدرتها وزارة النقل في حكومة إقليم شمال العراق والتي احتوى أحدها على خريطة لكيان يتشكل من أجزاء مقطعة من منطقة تركمانيلة وأجزاء أخرى من تركيا واستنكر رئيس الجافة التركمانية العراقية قيام حكومة إقليم شمال العراق بإصدار الطوابع البريدية خاصة لزيارة البابا فرانسيس إلى أربيل والتي تضمنت خريطة تقسيمية تهدد وحدة الأراضي العراقية بما فيها محافظتي كاركوك والموصل وعدها تهديداً مباشراً للأمن العراقي والإقليمي والدولي كما رأى الصالح أن تركيا محقة في استنكار ما قامت به سلطات إقليم شمال العراق لأن الأمر يمس وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية مثلما تهدد وحدة الأراضي السورية والإيرانية وعلى صعيد متصل أبدت وزارة الخارجية التركية اعتراض بلادها إزاء الطوابع التذكارية التي أصدرتها حكومة إقليم شمال العراق بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان لأربيل مطالبة بتصحيح فوري لطابع بريدي أصدره مؤخراً تضمن خريطة لكيان من أجزاء مقتطعة من العراق وتركيا وسوريا وإيران وقالت الوزارة في بيان يحاول بعض مسؤولي إقليم شمال العراق الماريقين عبر هذه الزيارة الكشف عن أحلامهم الأولية بشأن وحدة أراضي الدول المجاورة للعراق وتابع البيان سلطات حكومة الإقليم تتذكر جيداً خيبة الآمال في مثل هذه الطموحات الخبيثة وأضافت ننتظر من سلطات حكومة إقليم شمال العراق تقدم التفسير اللازم والتصحيح الفوري للقطع الجسيم في أسرع وقت ممكن أبدت وزارة الخارجية التركية اعتراض بلادها إزاء الطوابع التذكارية التي أصدرتها حكومة إقليم شمال العراق بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان لأربيل مطالبة بتصحيح فوري لطابع بريدي أصدرهم مؤخراً تضمن خريطة لكيان من أجزاء مقتطعة من العراق وتركيا وسوريا وإيران أبدت وزارة الخارجية التركية اعتراض بلادها إزاء الطوابع التذكارية التي أصدرتها حكومة إقليم شمال العراق بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان لأربيل مطالبة بتصحيح فوري لطابع بريدي أصدرهم مؤخراً تضمن خريطة لكيان من أجزاء مقتطعة من العراق وتركيا وسوريا وإيران وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان يحاول بعض مسؤولي الإقليم شمال العراق الماريقين عبر هذه الزيارة الكشف عن أحلامهم الأولية بشأن وحدة أراضي الدول المجاورة للعراق وتابع البيان سلطات حكومة الإقليم تتذكر جيداً خيبة الآمال في مثل هذه الطموحات الخبيثة وأضفت ننتظر من سلطات حكومة إقليم شمال العراق تقديم التفسير اللازم والتصحيح الفوري للخطأ الجسيم في أسرع وقت ممكن والأحد أصدرت وزارة النقل في حكومة الإقليم ستة طوابع بريدية بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان للعراق ويحتوي أحد الطوابع على خريطة لكيان يتشكل من أجزاء مقطعة من العراق وتركيا وسوريا وإيران وعقب المظاهرات التي شهدتها مدينة الناصرية والتي خلفت عشرات الشهداء كشفت دائرة شهداء ضحايا الإرهاب في محافظة ذيقار أن عدد شهداء تظاهرات ذيقار بلغ 138 شهيداً وتم إنجاز حتى الآن 100 ملف بالكامل كشف مصدر أمني في محافظة البصرة العثور على جثة مدير مؤسسة الشهداء بالمحافظة في منزل أحد نواب البصرة وقال البصدر إنه تم العثور على جثة مدير مؤسسة الشهداء في محافظة البصرة قصي مسلم مشنوقاً داخل منزل شقيقاته النائبة عن ائتلاف دولة القانون صفاء مسلم وأكد المصدر الأمني أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة تفاصيل الحادث حول أنه بفعل فاعل أم انتحار بعد إخفاق حكومة إقليم شمال العراق في توفير رواتب موظفيها قال النائب عن تحالف الأمل غالب محمد إن هناك 50 مليار دولار واردات النفط الذي باعته حكومة إقليم شمال العراق لا يعرف عنها سكان الإقليم أي شيء وقال النائب محمد أن حكومة إقليم شمال العراق تعلن بين فترة وأخرى إنها مديون 27 مليار دولار وحين يتم الاستفسار عن أصل هذه الديون لا يعطون أي جواب مضيفا إلى أنهم لا يعلمون من أي جهة استدانت حكومة إقليم هذه المبالغ وبقرار من ولصالح من مبينا إن حكومة إقليم شمال العراق لديها نحو 50 مليار دولار كعائدات النفط المصدر من 2007 ولغاية عام 2020 والتي بعت خلال هذه المدة أكثر من مليار ومئتين مليون برميل نفط كما أردف محمد أنه وعلى رغم كل هذه الأرقام والمبالغ وحكومة أربيل عاجزة عن دفع رواتب الموظفين وسكان الإقليم يتساءلون عن مصير الأموال الهائلة التي جنت حكومة الإقليم من بيعها النفط وإلى أين ذهبت وأمان الذي سبب لهم كل هذه المعاناة برغم المليارات التي عند الحكومة بغية حث الشباب من موالد 2001-2002-2003 على تحديث بطاقتهم الانتخابية للمشاركة في الانتخابات المبكرة عقدت الدائرة الانتخابية للجبهة التركمانية العراقية في الموصل اجتماعاً مع عدد من أعضاء طلبة وشباب التركمانية لتعريفهم على أهمية تحديث بياناتهم في مراكز تحديث البطاقة البيومترية أطلقت الدائرة الانتخابية في الجبهة التركمانية العراقية فرع الموصل حملة تشويقية لحث وتحفيز الناخبين التركمان في كافة المناطق بمحافظة نينوى وخصوصاً من مواليد 2001-2002-2003 لتحديث بياناتهم الانتخابية ليتسنى لهم المشاركة الفاعلة والحيوية في الانتخابات البرلمانية المقبلة لإظهار الثقل الحقيقي للتركمان في العراق وترأس مسؤول الدائرة الانتخابية في الجبهة التركمانية العراقية فرع الموصل شهيد غانم محمود اجتماعاً بهذا الخصوص عقد في المركز الثقافي التركماني في الموصل بحضوري ومشاركتي مسؤول المركز الثقافي التركماني في الموصل إبراهيم عبد الرحمن رحوغله وعدد من أعضاء اتحاد طالبة وشباب تركمانيلا حيث جرت تأكيد على ضرورة قيام المواطنين التركمان في عموم مناطق نينوة بتحديث بياناتهم الانتخابية ليتسنى لهم المشاركة الفاعلة والحيوية في الانتخابات البرلمانية المقبلة لإظهار الثقل الحقيقي للتركمان في العراق كما أكد ذلك مسؤول الدائرة الانتخابية في الجبهة التركمانية العراقية فرع الموصل شهيد غانم محمود فعاليات دائرة الانتخابية للجبهة التركمانية العراقية هو تحديث وتشويق الشباب الطلبة لغرض مراجعة دائرة التسجيل المفوضية في مدينة الموصل لغرض تحديث بياناتهم البيومترية لأن هناك في خلال مراجعتنا لدائرة المفوضية تبين هناك مراجعات قليلة وهناك شباب ليسوا بالقليل لم يراجعوا مراكز التسجيل تحديث بياناتهم وتم توضيح فائدة مراجعة مراكز التسجيل لغرض لاستحصال هوية الحديثة كون 2001 و2002 ومواليد 2002 و2003 لا يمكن الحصول على هوية القديمة التي بدون صورة أما هذه الهوية البيومترية بوجود الصورة هي المحدثة وهي التي ستعتمد في الانتخابات القادمة ولكي لا يضيع الفرصة للمواطنين في إعطاء رأيهم في الانتخابات بدوره تحدث مسؤول المركز الثقافي التركماني في الموصل إبراهيم عبد الرحمن رحوغل عن أبعاد الحملة مشيرا إلى أنها تأتي ضمن سلسلة من الحملات المماثلة التي ستقوم بها الدائرة الانتخابية في الجبهة التركمانية استعدادا لخوض الانتخابات النيابية القادمة اجتمعنا هذا اليوم في المركز الثقافي التركماني وبحضور الاستاذ شهيد غانم مسؤول الدائرة الانتخابية التركمانية في الموصل تضمن هذا الاجتماع توعية شباب التركمان بصورة خاصة على ضرورة تحديث هوياتي وخاصة المواليد 2003 و2002 و2001 هم وعوائلهم لأن المواطن الذي لا يمتلك هذه الهوية الانتخابية لا يحق له التصويت في الانتخابات القادمة فمن هذا المكان نرجو من جميع شباب التركمان وخاصة من هذه الفئة من المواليد 2003 و2002 و2001 ومن عوائل التركماني الكريمة ضرورة الذهاب للمراكز تحديث الناخبين وتحديث بياناتهم للإسلام بطاقة الناخب وذلك من أجل المشاركة بقوة في الانتخابات القادمة من أجل توصيل الممثل التركماني إلى قبة البرلمان القادمة كما أطلقت الجفاة التركمانية العراقية فرع ديالة حملة تشويقية لحث وتحفيز الناخبين التركمان في كافة المناطق بمحافظة ديالة وخصوصا من مواليد 2001 و2002 و2003 لتحديث بياناتهم الانتخابية ليتسنى لهم المشاركة الفاعلة والحيوية في الانتخابات البرلمانية المقبلة لإظهار الثقل الحقيقي للتركمان في العراق أطلقت الجبهة التركمانية العراقية فرع ديالة حملة تشويقية لحث وتحفيز الناخبين التركمان في كافة المناطق بمحافظة ديالة وخصوصا من مواليد 2001 و2002 و2003 لتحديث بياناتهم الانتخابية ليتسنى لهم المشاركة الفاعلة والحيوية في الانتخابات البرلمانية المقبلة لإظهار الثقل الحقيقي للتركمان في العراق وتحدث مسؤول فرع ديالة للجبهة التركمانية العراقية سمير الصالحي عن أبعاد الحملة مشيرا إلى أنها تأتي ضمن سلسلة من الحملات المماثلة التي سيقوم بها الفرع استعدادا لخوض الانتخابات النيابية القادمة وتحدث عدد من أعضاء اتحاد طلبة وشباب تركمانيل عن أهمية المشاركة الجدية والفاعلة لضمان تحقيق أفضل النتائج في الانتخابات المقبلة واصل الاجتماعي أطلق العديد من النشطاء التركمان الشباب حملة تحفيزية لتشجيع الشريحة الشبابية وخصوصا من مواليد عام 2001، 2002، 2003 لتحديث بياناتهم الانتخابية ليتسنى لهم المشاركة الفاعلة والحيوية في الانتخابات البرلمانية المقبلة لإظهار الثقل الحقيقي للتركمان في العراق أكد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب أرشد الصالحي لأن لجنته ستقدم مذكرة إلى وزارة الصحة تطالبها فيها بإنهاء فرض حظر التجوال الشامل في البلاد والاعتماد على حظر التجوال الجزئي وذلك بسبب الآثار الخطيرة للحظر الشامل على المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود أيام حظر التجوال الصحي باتت تستغل من قبل بعض المواطنين ومنهم الشباب للقيام بنزهات في أجواء فصل الربيع مراسلنا في ديالة ياسر جولبوي رصد لنا هذه الحالة في البساتين المطلة على نهر ديالة حفلة شواء في أيام حظر التجوال الصحي هذه المشاهد من البساتين المطلة على نهر ديالة حيث تجمع مواطنون وشباب مستغلين ساعات حظر التجوال للترفيه عن أنفسهم من خلال القيام بنزهات في أجواء فصل الربيع ورغم منع التجمعات من قبل وزارة الصحة التي تؤكد أنها تشكل خطرا وتساعد في تفشي جائحة كورونا إلا أن بعض المواطنين وخاصة الشباب في ديالة باتوا يرون في أيام حظر التجوال فرصة للترفيه من خلال القيام بنزهات إثر الملل الذي يراودهم في المنازل ومنعهم من الخروج بسبب الحظر اليوم حظرنا هنا نفع عن نفسنا شباب جبنا سمت ولحم ودجاج وجينا نفع عن نفسنا مجموعة من الشباب لا يوجد نتيجة الحظر وكورونا جينا هنا نفع عن نفسنا مجرد تنفيه لأن لا يوجد أماكن سياحية في ديالة فقط بما أنه الأجواء الربيعية اللي حلت علينا في هذا الشهر الثالث والوضع الصحي والحجر الصحي همينا التجينا إلى البساتين بما أنه سريان نهر ديالة يصير من بعدنا وجينا احنا جبنا الأصدقاء تمينا بيناتنا جبنا اللحوم والأسماك حتى نشوي وننفع عن نفسنا بما أنه هي عطلة وحظر أعلنت منظمة الصحة العالمية توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على 20 دولة في إطار آلية كوباكس معلنة أيضا أن هذه الآلية ستوفر الأسبوع المقبل أكثر من 14 مليون جرعة إضافية من اللقاحات ل31 دولة أخرى جاء ذلك خلال مؤتمر الصحفي عقده مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبرسوس عبر تقنية الفيديو كونفيرانس أثناء حديثه عن آلية كوباكس وهو برنامج تابع للمنظمة يستهدف توفير لقاحات كورونا للبلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل التي لا تملك القدرة على توقيع اتفاقية ثنائية لشرائها مسبقا وقال جيبرسوس إن آلية كوباكس ستوفر الأسبوع المقبل 14.4 مليون جرعة إضافية من اللقاحات ل31 دولة أخرى مشيرا إلى أن الأسبوع الجاري شهد تقدما مشجعا في توزيع اللقاحات مضيفا أن حجم الجرعات التي يتم توزيعها خلال كوباكس لا يزال صغيرا نسبيا وبعد مرور أشهر على قرار الحكومة برفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقية تشهد الأسواق العراقية ومنها أسواق قضاء توسخرمات التابع لمحافظة صلاح الدين تراجعا كبيرا في الحركة التجارية في ظل ارتفاع أسعار البضائع وفي مقادمتها المواد الغذائية مراسلنا في توسخرمات أحمد هاشم مخترول تجول في أسواق القضاء وعدلنا التقرير التالي بعد مرور أشهر على قرار الحكومة برفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي والذي جاء لحل الأزمة المالية التي تشهدها البلاد لكن هذا القرار كانت له تدعيته السلبية على الأسواق المحلية وتشهد الأسواق العراقية ومنها أسواق قضاء توسخرمات التابع لمحافظة صلاح الدين تراجعا كبيرا في الحركة التجارية في ظل ارتفاع أسعار البضائع وفي مقدمتها المواد الغذائية وسط امتعاض أصحاب محلات الصيرفة من توقف عمليات بيع وشراء العملة الأجنبية وانتقد آخرون قرار الحكومة برفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي معتبرين ذلك مضرا بمصالحهم ولا يراعي القوت اليومي للطبقة الفقيرة التي كانت المتضرر الرئيسي من تدعيات القرار المذكور يعني هذا قرار من الدولة كان قرار كلش خاطئ يعني من 125 إلى 145 صارت أزمة بالسوق يعني من خلال إجراءات الدولة يعني كلها إجراءات خاطئة نحن نطالب من الدولة أن يكون سعر الدولار على 130 على سعر القديم 125 لأن الناس كلها متأذية من هذا السوق حتى الناس الفقراء وحتى الناس اللي عندها إمكانية ما قاعد يشترون الدولارات يعني الدولار كلش سعره غالي بهذا السعر وقيمة العراقي يعني كلش نزال المفروض الدولة يعني حاول أن يصعد سعر الدولار يعني ما ممكن لازم السعر يكون 130 ألف دينار حتى تكون الناس على ممكن يشتري الدولار من عنده وإحنا صارنا ثلاثة شهور يعني شغلنا كلش واقف من وراء السعود الدولار على 135 الدور التراثية القديمة في العديد من الأحياء القديمة من مدينة كاركوك لها مميزات خاصة بها تكاد لا تجدها في الدور الأخرى والتي تحاكي تاريخا متراكما من الخصائص الجمالية في تشكيل المعمر الكاركوكلي حتى يومنا هذا وتلك الدور التراثية ذات المواصفات النادرة هي نموذج للعديد من مثلاتها في عدة أحياء قديمة من المدينة مرسلنا سامي بيرقدار أعد لنا هذا التقرير الدور التراثية القديمة في العديد من الأحياء القديمة من مدينة كاركوك لها مميزات خاصة بها تكاد لا تجدها في الدور الأخرى والتي تحاكي تاريخا متراكما من الخصائص الجمالية في تشكيل المعمر الكاركوكلي حتى يومنا هذا وتلك الدور التراثية ذات المواصفات النادرة إن لم تكن فريدة من نوعها والتي هي نموذج للعديد من مثلاتها فهذه الدور تتكون من أعمدة مرمرية وتتميز بعقودها وأقبيتها وزخارفها الجصية والهندسية وتشكل مرحلة معمارية وهندسية سادت في الأحياء القديمة وما زالت شاخصة ليومنا هذا في الصوب الكبير من مدينة كاركوك منها في بريادي وتشقور وأوتشو وبولاق والتي كانت فيها العادات والتقاليد سائدة ومؤثرة ومنبثقة من واقع الحياة للإنسان الكاركوكلي لأنها تتحدث عن الحياة الاجتماعية لأبناء المدينة وأن قسما من تلك البيوت على وشك أن تنتهي وتندثر إن لم يتم الحفاظ على طرازها المعماري بحملة تأهيل وترميم وفي اللقاء لمرسل فضائية تركمانيل تحدث المواطن فاضل حسين بيرقدار وهو أحد أصحاب الدور القديمة مبينا بأن داره التي يسكن فيها وهي ورثة أجداده ويعتز بها لأنها جزء من تاريخ المدينة مطالبا بضرورة الاعتناء بها والحفاظ عليها من الاندثار بدوره أكد شيخ البنائين في كاركوك أسطى كاظم محمد عارف والذي يبلغ 84 عاما من العمر أن تلك الدور الباقية ليومنا هذا قد بنيت من الحجر والجص والقصب وتتواجد في الأحياء القديمة من المدينة مثل بريادي وبولاق وأوتر وهي تحمل بصمات الطراز المعماري الأصيل لمدينة كاركوك والذي يميزها عن باقي مدن العراق وإلى إندونوسيا حيث تجدد ثوران بركان سيانبونغ في مقاطعة صومتر الشمالية بالبلاد قاذفا سحبا من الدخان والرماد على ارتفاع ألف متر تجدد ثوران بركان سيانبونغ في مقاطعة صومتر الشمالية بإندونوسيا قاذفا سحبا من الدخان والرماد على ارتفاع ألف متر وقال مركز علوم البراكين والتخفيف من مخاطر الكوارث الجيلوجية الاندنوسي وصلت سحب الرماد الساخنة إلى مناطق تبعد ثلاث كيلومترات من البركان وأشار المركز إلى عدم وقوع خسائر في الأرواح نتيجة الانفجار البركاني مطالباً السكان القرويين في المنطقة بالابتعاد مسافة خمس كيلومترات من الجبل الجدير بالذكر أن 23 شخصاً لقوا حطفهم جراء انفجارات وقعت عامي 2014-2016 بالبركان المذكور الذي عاد للثوران في 2010 بعد 400 عام تقريباً من السكون نختتم معكم برنامج نافذة الأحداث لهذا اليوم إلى أمل الملتقى أستودعكم الله اشتركوا في القناة